السلام عليكم المثال الأول من اشتقية المشتقة الأولى طلع عدد ثابت سالب قلت الدالة متناقصة في كل مجالها والمثال الثاني من اشتقية المشتقة الأولى طلع الجواب عدد ثابت موجب وقلت الدالة متزايدة في كل مجالها ورما استنتجت السقما سواء هو ناطنيها بالسؤال أو هان استخرجتها سويت الجدول مكون من ست أعمدة وسويت هذا الجدول وقلنا المساحة تطلب من عندي بإحدى حالتين أما إذا كانت جميع أناصر الأعمدة الأربعة الأخيرة موجبة أو صفر أو جميعها سالبة أو صفر وبعكس هذه الحالة إذا كانت بعضها موجب وبعضها سالب فلا يمكن إيجاد المساحة فرح يكتفي يقول لي المجاميع العليا والمجاميع السفلة وإذا راد مني المساحة بعد تحقق شروطها فإن المساحة تساوي لور زائد الأبر على 2 وإذا كانت كلها سالبة أو صفر فقلنا مطلق لور زائد الأبر على 2 بعد شو اتفقنا؟ اتفقنا نعوض طرفي كل فترة وراء ما أسوي الجدول العمود الأول هو الفترات أعوض طرفي كل فترة وين أعوضها؟ بالمعادلة الأصلية لاستخراج ناتجيا نضع أكبرهما تحت المكزمم ونضع أصغرهما تحت المنمم وبعديا أكمل هذا الجدول وبكل الحالات أسوي هذه الطريقة؟ لا مو بكل الحالات السؤال يجيني بالامتحان الوزاري واحد من خمس احتمالات أربعة منهم تشتغل هذه الطريقة أربعة منهم تشتغل هذه الطريقة ولكن الاحتمال الخامس ما تشتغل هذه الطريقة؟ إذن أخذنا بالمحاضرة السابقة احتماليا متزايدة في كل مجالها المشتقة الأولى أو المشتقة الأولى متناقصة في كل مجالها الدالة من خلال عدد ثابت موجب أو سالب هسه رح أطيكي الاحتماليا المتبقية حتى يصيرا أربعة وبعد رح أطيكي الاحتمال الخامس في هذه المحاضرة وابقوا ويايا خلي نشوف التفاصيل شنو الاحتمال الثالث أولادي إذا كان أصل الدالة ثابتا إذا كان أصل الدالة ثابتا هسه شنو كان الاحتمال الأول الاحتمال الأول إذا كانت الدالة خطية هسه مرة أخذنا إحنا خمسة ناقص 2x ومرة أخذنا خمسة زائد 2x هذه من اشتقيتها طلعت سالب 2 أصغر من صفر وهذه من اشتقيتها طلعت 2 أكبر من صفر فإذا كانت المشتقة الأولى عدد ثابت موجب أو عدد ثابت سالب فنعوض طرفي كل فترة ونعوضها بالمعادلة الأصلية لاستخراج ناتجيا نضع أصغرهما تحت المنمم وأكبرهما تحت المكزمم لو أباوع هذا السؤال المشتقة الأولى شنو المشتقة الأولى تساوي صفر إذن هنا الفتحة للأكس تساوي صفر إذن شي يقول الاحتمال الثالث إذا كان أصل الدالة ثابتا عندها سيتساوى المنمم مع المكزمم إذا كان أصل الدالة ثابتا يتساوى عندها المنمم مع المكزمم يعني مباشرة رح أسوي جدول كل شي ما أكتب بعد إذن الجدول مين مكون إذن هنا الفترة هذه رقم واحد وبعدين شتفقنا طول الفترة اللي هو أتش وبعدين رح أقول المنمم وبعدين رح أقول المكزمم وبعدين رح أقول المنمم وبعدين رح أقول هنا الأج في المكزمم إذ인 إش ناقيني سيقما بالسؤال السيقما احنا اتفقنا لو هو يطيها بالسؤال لو يطلبها من عندي إذن ناقيني السيقما ثنيان ثلاثة خمسة إذن إش رح أقولي هنا رح يصير ثنيان ثلاثة مرة وثلاثة خمسة مرة أخرى ثلاثة ناقص ثنيان واحد وخمسة ناقص ثلاثة يساوي ثنيان إذاب بعد شنو الملاحظة لحجيتها قبل شوية إذا كان أصل الدالة ثابتا يتساوى عندها المنمم مع المكزيمم إذن هنا ثلاثة هنا ثلاثة هنا ثلاثة 1 في 3 ثلاثة 1 في 3 ثلاثة 2 في 3 ستة 2 في 3 ستة إذن معناها اللور يساوي 9 وبعد هنا والأبر يساوي 9 إذا قلق جد المجاميع العليا والمجاميع السفلان تحل السؤال إذا قلق جد المساحة التقريبية تحت المنحني آني راح أقول له هنا المساحة هي من هو هو اللور زائد الأبر اللور عفوا زائد الأبر على 2 يعني معناها راح يصير 9 زائد 9 على 2 18 على 2 ويساوي 9 يون التربيع وانتهى حل هذا السؤال هذا الحجيش وكت إذا كان أصل الدالة ثابتا زيان أكو احتمال آخر ابقوا يا أيا خلنا نشوف السؤال الآخر إذا كانت الأفوف أكس لا هي ثابتة ولا هي من الدرجة الأولى يعني هنا لو أرجح إلى الكتاب أكو مثال يقول لي الأفوف أكس من هو يقول لي الأفوف أكس هو أكس تربيع زائد واحد ويدا يقول لي الأف هو واحد أربعة إلى أر وجد القيمة التقريبية للمساحة إذا كانت السقمة ناطنا إياها واحد اثنين أربعة بزيان إذن هذا السؤال اللي موجود عندي أولادي هس أول عملية رح أسويها هو إيجاد المشتقة الأولى إذن شرح أصير هنا المشتقة الأولى رح أقول الفتحة للأكس تساوي المشتقة الأولى ثنين أكس إذن صار عندي يسفى شي جديد المشتقة الأولى بالاحتمالات الثلاثة السبقة لو كان الصفر لو كان الثابت موجب لو كان الثابت سالب زين هذا الاحتمال الرابع إذا كانت المشتقة الأولى تحوي على المتغير أكس الملاحظة تقولي يجب مساواتها بالصفر لاستخراج قيم أكس إيش وقت هذا الحتي إذا كانت المشتقة الأولى تحوي على المتغير أكس إزيان هسه شرح أقولي هنا أقول يؤدي إلى اثنين أكس تساوي صفر يعني معناها الأكس تساوي صفر إزيان بمجرد استخراج قيم أكس هذه الأكس رح أقارنها بالفترة الشاملة أما تنتمي لها أو لا تنتمي لها إذا كانت لا تنتمي لها رح تنطبق عليها الحالات اللي سولفناها نعوض طرفي كل فترة بالمعادلة الأصلية لاستخراج ناتجيا نضع أكبرهما تحت المكزيمم وأصغرهما تحت المنمم وإذا كانت تنتمي لها هذا رح يكون الاحتمال الخامس اللي رح نسولفه بعد شوية إذن هذا الصفر شقول عليه هذا الصفر لا ينتمي المن إلى الفترة واحد أربعة الصفر لا ينتمي إلى الفترة واحد أربعة زيان التريدي هنا أبو الكتاب شمسوي راسم خط الأعداد وش كاتب هنا كاتب لي هنا واحد وكاتب لي هنا ثنيا وكاتب لي هنا أربعة ما أقد هذه السقمة إذن معناها أي شيء السهناء الصفر لا ينتمي من أقد أي عدد بين الواحد والثنين وعوضة بالمشتقة الأولى رح يطلع هنا موجب هنا رح يطلع موجب وهنا رح يطلع موجب إذن هنا كلها رح تطلع هنا موجب إذن معناها هذه دائما متزايدة بهذا السؤال دائما تكون متزايدة أي عدد بين الواحد والأربعة السهناء حتى هذا فوق الأربعة ماكو داعي إلى أنا اللي همني من هو اللي همني بين الواحد والأربعة كل عدد بين الواحد والأربعة أعوض بالمشتقة الأولى رح يطلع الجواب موجب هس مباشرة رح أجي أسوي الجدول إذن الجدول من مكون أولا من الفترة اللي هي AB وبعديا من هو طول الفترة اللي هو H وبعديا المنمم وبعديا المكزممم ووراها الـ H في المنمم ووراها الـ H في المكزممم هس هنا أجي الفترة من هو ناطين السقمة 1-2-4 إذا صارت السقمة 1-2-4 إذن الفترات عندي من هو الفترات هي 1-2 وبعدي 2-4 هس هنا هنا الـ H1 وهنا الـ H2 هس الملاحظة يش تقول تقول من ضمن ذني الاحتمالات الأربعة شنو ذني الاحتمالات الأربعة أما المشتقى الأولى عدد ثابت موجب المشتقى الأولى عدد ثابت سالب المشتقى الأولى صفر المشتقى الأولى تحوي على المتغير X وعند مساواته بالصفر ألقى الأكس لا تنتمي إلى الفترة الشاملة ذني الحالات الأربعة إذا جتني وحدة منها بالامتحان نعوض طرفي كل فترة بالمعادلة الأصلية لاستخراج ناتجيا نضع أكبرهما تحت المكزيمم وأصغرهما تحت المنمم مستمرين وياك وخلي نشوف تكملة الجدوى من عوض الواحد واحد زائد واحد اثنيا ومن عوض الثنيا أربعة زائد واحد خمسة إذن واضح جدا بأن هنا رح يكون اثنيا وهنا رح يكون خمسة من عوض الثنيا رح يكون خمسة ومن عوض الأربعة ستة عزد واحد سبوط عشر إذن هذا خمسة وهذا سبوط عشر هسة واحد في اثنيا اثنيا واحد في خمسة خمسة اثنيا في خمسة عشرة واثنيا في سبوط عشر رح يصير عندي أربعة وثلاثين إذن هذا اللور ش رح أقوله هنا رح أقول لور سيجما أف يساوي 12 وهنا رح أقول أبر سيجما أف هذا ش رح يساوي رح يساوي 39 إذن هذا يمثل المجاميع الحليا والمجاميع السفلة إذا قل لك أريد المساحة التقريبية تحت المنحني قلنا المساحة شنو قانونها المساحة قانونها هو لور سيجما أف زائد أبر سيجما أف على يمن على اثنيا ويساوي رح يصير 12 زائد 39 على اثنيا إذن رح يصير عندي 51 على اثنيا تريد تبقيه هيشي تريد هنا تحوله إلى كسر عشري إذن هذا شي يمثل هذا يمثل يون التربيع هذا السؤال ممكن يغير لي السيجما ومكان ما يقول لي 1-2-4 إذا غير لي السيجما سوي إياها 1-2-3-4 الشي رح يختلف هنا بالسؤال إذن السيجما 1-2-3-4 المشتقة الأولى هي نفسها والأكتساوي صفر لا تنتمي إلى الفترة نفسها خط الأعداد هنا رح يصير البيانات ومثلاثة أيضا كلها متزايدة لكن عدد الفترات رح يزيد التقسيمات رح يزيد الملاحظة تقول كلما زادت عدد التقسيمات يكون الناتج أكثر دقة يعني هسه الجواب جيد 51-2 إذن هنا 50-2-25 يعني الجواب هسه بالحالة الأولى منه هو 25.5 خلي بالك إذن هذا الجواب الأول من أريد أحل السؤال بالطريقة الثانية رح يطلع جواب يختلف عن هذا الجواب وهو أكثر دقة الملاحظة تقول كلما زادت عدد التقسيمات يكون الناتج النهائي أكثر دقة إذن خلي أشوف الحال الجديد شنوه إذن هنا الأمور رح تختلف والجواب النهائي أيضا رح يكون مختلف عن الجواب القبل إذن في ظل السقمة الجديدة إيش رح يصير عندي هسه رح يصير واحد اثنيا وبعد واثنيا ثلاثة وبعد ثلاثة أربعة الـ H1 واحد واحد مزيد شرح يصير عندي هنا من نعوض الواحد الجواب يساوي اثنيا من نعوض الثنيا إذا طلع أكبر من الثنيا نخليه هنا إذا طلع أصغر من الثنيا شا سوي هذا الثنيا نجيبه هنا والناتج يصير هنا يعني دائما المجزمم لازم يكون أكبر من المنيمو هسه جواب الثنيا رح يكون خمسة والخمسة أكبر من الثنيا جواب الثنيا هو خمسة جواب الثلاثة تسعة زائد واحد رح يصير عندي عشرة جواب الثلاثة عشرة جواب الأربعة رح يصير عندي سبوط عش هنا ثنيا وهنا خمسة هنا خمسة وهنا عشرة وهنا عشرة وهنا سبوط عش هسه هذا أجمعة وهذا أجمعة إذن اللور رح يكون عندي اللور هو سبوط عش والأبر ايش رح يصير عندي هسه رح يصير هنا 22 يعني رح يصير عندي الأبر يساوي 32 اذا المساحة رح يصير عندي رح يصير اللور زائد الأبر على 2 ويساوي 17 زائد 32 على 2 هذا صار عندي هسه صار عندي 49 على 2 اللي هو شقد اللي هو 24 ونص يون التربيع أيهما أكثر دقة الجواب الأول أم الجواب الثاني أكيد الجواب الثاني أكثر دقة كلما زادت عدد التقسيمات يكون الجواب أكثر دقة إذن الاحتمالات الأربعة الأصلية السهلة الأليفة انتهت بقى عندي الاحتمال الخامس اللي هو الاحتمال المتوحش إذا كانت المشتقة الأولى تحوي على المتغير أكس وعند مساواتها بالصفر نجد أن الأكس تنتمي إلى الفترة الشاملة إيش رح أسوي أبقوا إياي للإطلاع على المثال الخامس أيكم الله أولادي أفوف أكس ثلاثة أكس ناقص أكس تربيع وإذا يقول لي الأف صفر أربعة إلى أر ونعطيني السقما صفر واحد ثلاثة أربعة إذن بدت بالصفر وانتهت بالأربعة وقلنا هذه التقسيمات هو كيف أول عملية اتفقنا شنسويها أشتق المشتقة الأولى إذن هنا رح أقول أف فتحة للأكس تساوي واتفقنا المشتقة الأولى بي احتماليا رئيسيا احتمال أليف واحتمال متوحش الاحتمال الأليف مكون من أربعة احتمالات أربعة احتمالات فرعية لو المشتقة الأولى عدد ثابت موجب لو المشتقة الأولى عدد ثابت سالب لو المشتقة الأولى تساوي صفر لو المشتقة الأولى تحوي على المتغير أكس وعند مساواتها بالصفر نجد أن الأكس لا تنتمي إلى الفترة الشاملة فترة شبيرة هذه الاحتمالات الأربعة الأليفة إذا تحققت عندي أولادي أول ما أسوي الجدول نعوض طرفي كل فترة بالمعادلة الأصلية ها مو مشتقب الطلاب دي يعوضون بالمشتقب نعوض بالمعادلة الأصلية لاستخراج ناتجين نضع أصغرهما تحت المنمم ونضع أكبرهما تحت المكزمم هذا الاحتمال الأليف الاحتمال المتوحش شنوه إذا كانت المشتق الأولى تحوي على المتغير أكس وعند مساواتها بالصفر نجد أن الأكس تنتمي إلى الفترة الشاملة شنسوي هسه ابقوا يا يه إذا الفتحة للأكس تساوي ثلاثة ناقص اثنين أكس أساويها بالصفر ثلاثة ناقص اثنين أكس تساوي صفر يعني اثنين أكس تساوي ثلاثة يعني معناها الأكس تساوي شنوه الأكس تساوي ثلاثة على اثنين اللي هي واحد ونص زين الواحد ونص موجودة بين الصفر والأربعات تقول لي إيه موجودة زين ما راح أقول تنتمي إلى الصفر أربعات راح أقول تنتمي إلى أي فترة جزئية أنا منو عندي الفترات جزئية الواحد ونص موجودة بين الصفر والواحد لا ما موجودة موجودة بين الواحد والثلاثة إيه موجودة إذن هادش أقول أقول تنتمي المن إلى الفترة واحدة لانا جيد هسه شرح أسوي أكوفة فراغ رح تركه وأروح على الجدول مباشرة الجدول مكون من كم عمود؟ مكون من ستة عمدة إذن الفترة أي بي وبعد منه الأتش اللي يمثل طول الفترة والمنمام وبعدين منوة وبعدين المكزمام وبعدين الأتش في المنمام وبعدين الأتش في المكزمام منو عندي فترات جزئية الفترات الجزئية عندي ثلاثة عندي صفر واحد وبعد منو عندي وعندي واحد ثلاثة رح اخليها باللون الاخضر وبعد شنو عندي وعندي ثلاثة أربعة زيان هذا اله هنا شقد اله هنا واحد واله هنا شقد اله رح يكون هنا يساوي اثنيا وهنا اله يساوي اله يساوي واحد واحد ناقص صفر واحد ثلاثة ناقص واحد اثنيا أربعة ناقص ثلاثة واحد زيان هذه المن تنتمي ليا فترة تنتمي للفترة واحد ثلاثة إذن هذه الفترة الخضرة سوف تؤجل الفترة باللون الأخضر اللي تنتمي إلها قيمة X سوف تؤجل زين تؤجل وين أوديها؟ باعي شوية أجيك هنا نعوض طرفي كل فترة دني الفترات الحمر اللي ما بيها مشكلة المشكلة وين عندي بالواحد ثلاثة زين اللي ما بيها المشكلة منه عندي الصفر واحد والثلاثة أربعة دني اللي ما بيها المشكلة استخدم الطريقة الكلاسيكية شنو الطريقة الكلاسيكية؟ نعوض طرفي كل فترة وين عوضها؟ بالمعادلة الأصلية لاستخراج ناتجيا نضع أكبرهما تحت المكزيمام وأصغرهما تحت المنمام إذن شرح أقول السهنة؟ من عوض الصفر الجواب هو صفر زين خلي أكتب الصفر هنا زين رح أعوض الواحد إذا طلع الجواب أكبر من الصفر خلاص أكتب هنا إذا طلع أصغر من عنده إذن هذا الصفر أمس عودي هناك وهذا يجي مكانه من عوض الواحد ثلاثة ناقص واحد اثنيا إذن ما عندي مشكلة الثنيا هو أكبر من الصفر زين أجي هنا أعوض التلاثة تسعة ناقص تسعة رح تكون صفر لكن مو مؤكد زين خلي أعوض الأربعة اثنعش ناقص سطة على السالب أربعة يصير هذا لا ما يصير لأن المجزمام لازم يكون أكبر من المنمام إذن هذه رح أمسحها لازم أمسحها إذن هنا السالب أربعة وهنا الصفر إذن شنو الطريقة مالتنا قلنا هنا الفترات اللي ما به المشكلة نعوض طرفي كل فترة بالمعادلة الأصلية لاستخراج ناتجيا نضع أكبرهما تحت المجزمام وأصغرهما تحت المنمام زين خلي أكمل الجدول واحد في صفر هذا صفر وواحد في اثنين اثنين زين واحد في سالب أربعة سالب أربعة وواحد في صفر صفر إذن هسا رح أجي على الفترة الخضراء زين ليش أجلتها الملاحظة تقول قيمة X هذه تعوض بالمعادلة الأصلية لاستخراج قيمة Y مالتها يعني ش رح أقول لسا هنا رح أقول صورة من و صورة لثلاثة على اثنين يساوي هذا ش رح يصير عندي رح يصير تسعى على اثنين وهذا ش رح يصير هنا رح يصير تسعى على أربعة وتساوي المضاعف المشترك هو أربعة أربعة على اثنين اثنين في تسعى رح يصير ثمنتعش وهنا رح يصير عندي تسعى إذن الجواب يساوي تسعى على أربعة ويايا هسا هذا التسعى على أربعة لاستخرجته رح يكون مكانة أما بالمنمم أو مكانة بالمكزيمم التسعى على أربعة مو الثلاثة على اثنين التسعى على أربعة يعني صورة الثلاثة على اثنين وراء ما عوضت بالأصلية رح يكون مكانة أما بالمنمم أو بالمكزيمم شلون تعرفها تجي تختبر نوع النهاية إذا كانت النهاية عظمى يكون جو المكزيمم وإذا كانت النهاية الصغرى يكون جو المنمم شلون تعرف النهاية عظمى أو صغرى عندي طريقين أما خط الأعداد المشتقة الأولى اللي هو مسويها أبو الكتاب أو الطريقة الثانية الأسرع هي المشتقة الثانية أفتح إن للأكس تساوي شنو المشتقة الثانية هي سالب إثنين إذا كانت المشتقة الثانية عدد ثابت موجب الدالة تمتلكنها أصغرى تذكر النهايات له لا وإذا كانت المشتقة الثانية عدد ثابت سالب فالدالة تمتلك نهاية عظمى وإذا كانت المشتقة الثانية تحوي على المتغير X فيجب تعويض X للنقطة الحرجة بالمشتقة الثانية إذا طلع الجواب موجب أقول صغرى وإذا طلع سالب أقول عظمى وإذا طلع الجواب صفر أقول طريقة فاشلة عندها يجب الرجوع إلى خط الأعداد للمشتقة الأولى إذن هنا المشتقة الثانية عدد ثابت سالب إذن شو رح أقول هنا رح أقول النهاية شنو النهاية عظمى إذن هذا التسعة على أربعة مكانة وين هذا التسعة على أربعة مكانة جو المكزمم لو طلع المشتقة الثانية موجب اثنيا كان صارت النهاية صغرى يكون مكانة وين رح يكون مكانة جو المنمم أكو فرق دير بالك بين المشتقة الثانية عدد ثابت والمشتقة الأولى هذا المشتقة الأولى عدد ثابت موجب أو سالب هذا من الاحتمالات الأليفة الأربعة لكن هذا المشتقة الثانية من أبقى عندي الشاغر أبقى عندي شاغر المنمم الملاحظة شو تقول عندها نعوض طرفي الفترة المؤجلة ركزوا إياها نعوض طرفي الفترة المؤجلة بالدالة الأصلية لاستخراج ناتجين جيد هذا الناتجين احتمال مستاوي احتمال واحد شبير واحد صغير المهم إذا كان واحد صغير واحد شبير أشوف الشاغر منه إذا كان الشاغر هو المنمم نضع أصغرهما وإذا كان الشاغر هو المكزمم نضع أكبرهما ويايا لولا هس من نعوض الواحد ثلاثة ناقص واحد اثنين خليها ببالك من نعوض الثلاثة رح يزر تسعة ناقص تسعة صفر زين هس عندي صفر واثنين الثنين أكبر من الصفر أجي أدور الشاغر إذا كان الشاغر هو المكزمم كان أكتب الثنين وإذا الشاغر المنمم أكتب الصفر إذن من الشاغر المنمم إذن هنا رح أكتب الصفر هسة اثنين في صفر هذا صفر اثنين في تسعة على أربعة هذا شرح يصير هنا رح يصير تسعة على اثنين إذن هذا رح أجمعه إذن اللور يساوي سالب أربعة والأبر شرح يساوي إذن رح يصير هذا 4 على 2 وهذا 9 على 2 رح يصير عندي 13 على 2 إذن هذا المجاميع العليا والمجاميع السفلة طبعا بهذا السؤال ما ممكن يقول لي جد المساحة لأن دي شوف أكو قيم موجبة وقيم سالبة زين إذا كانت الفترة 0,1,2,3,4 إيش رح يختلف الجواب ابقوا إياي للإطلاع على الحل لنفس السؤال بتغيير السقمة إياكم الله أولادي السؤال نفس اللي حلينا قبل شوية لكن إش بدلت بدلت السقمة صارت 0,1,2,3,4 وممكن يقول لي السؤال ميطين السقمة يقول لي أريدك تقسم لي هذا السؤال إلى 4 التدزيئات منتظمة إيش رح يقول لي هنا رح يقول لله هذا شي ساوي إي ساوي بي ناقص أي على أن يعني معناها 4 ناقص صفر على 4 اللي هو 1 إذن أبدي بالصفر أزيد 1,1 وصولا إلى الأربعة رح تطلع عندي نفس السقمة إذن إش قلنا هسه قلنا أشتق المشتقة الأولى إذن أبقوا إياي هسه والمشتقة الأولى الفتحة للإكس تساوي هي 3 ناقص 2 إكس إذن إذا كانت المشتقة الأولى تحوي على المتغير إكس فيجب مساواتها بالصفر لاستقراج قيم إكس إذن إش رح أقولي هنا رح يصير 3 ناقص 2 إكس تساوي صفر يعني معناها 2 إكس تساوي 3 يعني معناها الإكس تساوي 3 على 2 وال3 على 2 هي 1 ونص زيان 1 ونص أكيد تنتمي إلى الفترة صفر أربعة لكن تنتمي إلى أي فترة جزئية بهذا الاحتمال هل هي موجودة بين الصفر والواحد تقولي لا هل موجودة بين الواحد والثنين تقولي إي إذن هذه موجودة بين الواحد والثنين اثنين ثلاثة ثلاثة أربعة لا زيان شقلنا هسه قلنا رح أجي أكتب الفترات منه هذه الفترات إذن الفترات رح تكون نوعيا الفترات الحمراء والفترات الخضراء إذن 0-1 ما بيها مشكلة زين 1-2 رح يكون بيها مشكلة إذن هذا 1-2 بيها مشكلة وبعد منه عندي عندي 2-2-3 ما بيها مشكلة وعندي 3-4 ما بيها مشكلة ال H في كل الأحوال 1-1-1 وحتى هذا ال H يساوي 1 شغلنا قبل شوية ام المشكلة تؤجل اللي ما بها مشكلة استخدم الطريقة الكلاسيكية نعوض طرفي كل فترة ونعوضها بالمعادلة الأصلية لاستخراج ناتجيا نضع أكبرهما تحت المكزيمم وأصغرهما تحت المينيمم خلي نشوف صورة الصفر هذا هو الصفر وصورة الواحد الثنيا والثنيا أكبر من الصفر زيان صورة الثنيا شرح يصير عنده الستلاف فيه 2 6 ناقص 4 2 إذن خليها بالك عندي 2 وصورة 3 9 ناقص 9 0 إذن هنا رح يكون 0 وهنا رح يكون 2 زيان صورة 3 هي 0 وصورة 4 رح يصير عندي 12 ناقص 6 السالب 4 إذن هنا السالب 4 وهنا 0 هسه 1 فيه 0 0 1 1 فيه 2 2 1 فيه 0 0 1 فيه 2 2 1 فيه سالب 4 سالب 4 و1 فيه 0 0 إذن هسه هنا الفترات الحمراء انتهينا منها هسه وين أتفرغ أتفرغ للفترة الخضراء شا سوي هسه قيمة X الناتجة من مساواة المشتقة الأولى بالصفر رح أعوضها بالدالة الأصلية إذن شا رح يصير عندي هسه رح أقول F للثلاثة على اثنين يساوي 9 على اثنين ناقص 9 على أربعة وسولفناها قبل شويه 18 ناقص 9 على أربعة اللي هو 9 على أربعة زياد أريد أعرف هذه 9 على أربعة مكانها بالمنمم لو بالمكزمم وين أروح أروح إلى المشتقة الثانية إذن المشتقة الثانية تساوي سالب اثنيا ما طول أصغر من صفر إذن معناها رح أقول عظمى إذن 9 على أربعة وين رح أصير التسعة على أربعة رح أصير هنا زياد شتفقنا قبل شويه نعوض طرفي الفترة المؤجلة وين عوضها بالمعادلة الأصلية لاستخراج ناتجيا إذا كان الشاغر المنمم نضع أصغرهما وإذا كان الشاغر المكزمم نضع أكبرهما وإذا مستاوي نخلي أي وحدة منهم من عوض الواحد ثلاثة ناقص واحد اثنين ومن عوض الثنين رح يصير ستة ناقص أربعة اثنين من الساويين إذن هنا اثنين في كل الأحوال لازم أدقق التسعة على أربعة هي اثنين وربع اثنين وربع هي أكبر من اثنين إذن أنا ماشي بالطريق الصحيح هسا واحد في اثنين رح يصير اثنين وواحد في تسعة على أربعة رح يكون تسعة على أربعة إذن هنا رح يكون عندي اللور وهنا رح يكون الأبار إذن معناها اللور رح يكون عندي سالب 2 والأبار رح يصير عندي هسه رح يصير 9 على 4 زائد 4 يعني معناها 16 زائد 9 يعني معناها 25 على 4 أو أقول هنا اتقسم 25 على 4 6 وربع أو اتبقيها 25 على 4 انتهى حل هذا السؤال بهذا السؤال ما ممكن يقول لك جد المساحة لأن قلنا المساحة شوكت أستخرجها آخر أربع أعمدة لو كلها موجبة وأصفار لو كلها سالبة وأصفار إذا بعضها موجب وبعضها سالب لا يمكن إيجاد المساحة يقول لي فقط جد المجاميع العليا والمجاميع السفلة بهذا القدر أولادي نكون قد أنهينا المحاضرة الثانية سيكون لنا لقاء متجدد معكم إن شاء الله في المحاضرة الثالثة إلى ذلك الحين أستودعكم بأمان الله وحبا موسيقى